يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ناقشت أحد المنشدين حول موضوع الأناشيد وذكرت له كلام أهل العلم وبينت له أن الأناشيد الموجودة هذه الأيام تعد صوفية فاحتج علي بفتوى للجنة الدائمة صدرت قبل أكثر من عشرين سنة بجواز الأناشيد السؤال هل يجوز العمل بهذه الفتوى وهل هي حجة والتي صدرت في وقت يختلف فيه الإنشاد عن هذا الوقت الحالي أرجو الإجابة وفقكم الله أول شيء ما رأينا الفتوى هذه لازم نشوفها وثانيا كما ذكر السائل قد تكون صدرت في وقت لم يتبين فيه أمر هذه الأناشيد وما آلت إليه هي بين أمرين إما أن تكون شعار للحزبيات شعار للحزبيين والذين يتبنون أفكاراً حزبية أو جماعية مختلفة هي شعارهم وتحمسوا اللهوي وإما أن تكون صوفية يقصد بها العبادة والذكر هي على كل حال هي من المنكر ثالثاً هي من الأغاني داخلة في الأغاني داخلة هي نوع من الأغاني فهي إما حزبية وإما صوفية وإما نوع من الأغاني نعم